بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم حسين المتروك في الحلقة التاسعة من برنامج رسائل هل يستطيع الإنسان عموما أن لا يؤمن بعيدا عن أي إيمان نقصد هل بالإمكان أن نعيش بلا إيمان أو اعتقاد بشكل عام الأمر عقلا غير قابل للتحقق فرفض الدين أساسا دين يدان به وإلا لما نشاهد سعي شديد لتلحيد المجتمعات وإبعادها عن الله وليش الناس تناقش المؤمنين هل الفكرة أن يتنور المجتمع ما هو هذا التنوير المنشود في الكفر بالله بداية الإنسان المؤمن عندما يحاول أن ينشر ثقافة الدينية فهو يرجو رضا الله والحسنات من منطلق الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المحفزات الخاصة فيه ماذا عن الملحد؟ لماذا يمارس التلحيد؟ أي هدف خلف هذه الدعوة؟ خلونا نتفق أول شيء بأن الإيمان حاجة نفسية لو طالعنا التاريخ بشكل عام مطالعة سطحية رح نشوف أن الإنسان عبد البقر عبد الصنم عبد الشمس عبد القمر وغيرها من أشياء وكذلك نجد عبر التاريخ من عبد الله عز وجل لما يتوجه الإنسان للإيمان؟ لأنها حاجة نفسية حاجة نفسية صريحة على الرغم من أن هذه الحاجة النفسية الواضحة إلا أن البعض يدعي أن الإنسان لا يحتاج إلى أن يؤمن أي ليش كل هذا اللي قاعد يصير في العالم من دعوات تلحيد؟ الإيمان نعمة لا يمكن تجاهلها الإيمان يضع قيود على الإنسان نعم والتزامات اتجاه هذا الإيمان وخصوصا الإيمان بالله عز وجل فالخمر محرم ومحرم تعاطيه وشربه وبيعه وشرائه والزنة محرم كذلك اللواط والسحاق وكذلك السرقة والقتل والغش وسوء الظن محرم وقطيعة الرحم محرمة مع الألم أن هذه الأمور لا تخالف الفطرة السليمة لما نقول أنها حرام عقلا هذه الأمور خطرة وهناك أيضا مسؤوليات مثل العبادة الصلاة الصيام الحج وكل ما سبق هو لمصلحة الإسلام الإنسان عموما أن المؤمن يعيش في هذه الدنيا كما يعيش فيها الكافر يأكل يشرب يتزوج ينجب يربي وكذلك يموت الدنيا خلقت للمؤمن قبل الكافر فهذه الدنيا مزرعة للمؤمن ومنطقة بناء وتعمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون المؤمن يرى هذه الدنيا وسيلة لا غاهية بعكس الكافر اللي ينطلق من فكرة أنها الغاية القصوى لهذا نتساءل دائما ما هو القيد الذي يوقف الكافر عن مارسة الظلم مثلا ماذا لو تعرضت مصلحة الشخصية مع المصلحة العامة أو مصلحة إنسان آخر كيف سيقيم الأمر من أي منطلق فكري لما يكون الفراغ حاضر لما بعد الموت والأمر ما يعدو كونه عدم ليش ما يكون الإنسان الذي كفر بالله طاغوت في هذا البشر في هذه الحياة ما المانع؟ لا شيء ينتظره حسب منظوره أخيرا الإنسان خاضع لقوانين الله عز وجل هذا الوجود تحكم قوانين ما استطاع البشر تغييرها أبدا كل ما فعل الإنسان هو اكتشاف هذه القوانين مثلا البشر ما استطاعوا أخراج الشمس من المغرب أو من الشمال مثلا هذا على سبيل المثال أو تغيير موعد شروقها على بقعة محددة في الأرض بل كل ما فعلوه هو الاستفادة من هذه القوانين وهذه المعلومات التي اكتشفوها حتى يصبحوا أفضل الإنسان الحر هو من يعرف تبعات قراره وهذه القرارات التي يتخذها الإنسان فالإيمان بالله أو الكفر بالله تؤدي إلى مسؤولية خطيرة وهذه المسؤولية الخطيرة ملقاة على عاتق البشر ومن أبسط أسباب الإيمان بالله لأنه حق ولأن الإيمان بالله سعادة أبدية وفلاح في الآخرة ومن لا يؤمن بالله عز وجل سيؤمن حتما بغير الله بعضهم يعبدون الهوى أو المال أو الطاغوت أو غيرها من أشياء ومن أجمل أسباب الإيمان أن الأوامر الإلهية متناسبة بشكل مدش مع السنن الإلهية كونوا مؤمنين بالله عز وجل واطمئنه وكونوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة